بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضراتكم في 3 أو 4 قرارات جمهورية مهمة جدا جدا تهم كتير جدا من المواطنين المصريين وأولها قرار جمهوري بالحبس والغرامة 200 ألف جنيه وما فيش فيه أي تهاون يعني ما فيش رجعة في القرار ولا الحكم لو حضرتك ضبط عندك نفس الشيء في بيتك أو منزلك حاجة اللي بعد كده وهي قرار محترم جدا جدا من وزير التموين وحاجة المفروض حضرتك لازم تحصل عليها خلال الشهر اللي جيدة علشان خاطر تقدر تحصل على تموين وعيش الحاجة اللي بعد كده هي إغلاق البحر بالكامل يعني إغلاق جميع الشواطئ المصرية ويطرأ إيه الحكاية ومن المحافظات اللي أعلنت عن إغلاق شواطئها علشان خاطر لو حد من حضرتكو ناوي يسافر لمكان ساحلي تعالوا بقى ما بعد نشوف إيه هي الحكاية ولكن ياريت لو حضرتكو ما اشتركوش في القناة تشتركو في القناة وتفعلو زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد الحقيقة أول حاجة وهي أكتر حاجة ممكن تهم المصريين وما فيش حاجة تهم المصريين قد بطاقة التموين وكمان الخبر اللي معانا في نهاية الفيديو هم جدا 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 علشان خاطر ده صدر بقرار جمهوري تم نشره في الجريدة الرسمية ولو ظبط الشيء ده عند حضرتك في بيتك هتدفع غرامة 20 ألف جنيه والحبس لا يقل عن 3 سنوات ولكن هنتكلم الأول في موضوع دكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد واللي الحقيقة أقال عدد كبير جدا من مديري مدريات التموين على مستوى المحافظات وكمان طالب من حضرتك المفروض هيكون معاك رقم معين الرقم ده من غيره مش هيكون عندك ولا تموين ولا عيش ولكن تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي هو عمله في الأول في الوزارة الحقيقة بينظف الوزارة عدد كبير جدا من مديري مدريات التموين كانوا على مستوى المحافظات إلى حد ما مشكوك في أمرهم شوية لأنه في ناس منهم موجودة من السبعينات ومن الثمانينات ومن التسعينات يعني في ناس منهم وصلت سبعين سنة وستين سنة ولو تفتكروا أنا قلت لحضراتكم أنه أقال عدد كبير جدا جدا من المساعدين بتوع الوزير علي المصلحي هو دلوقتي كمان بيقيل مديري المدريات على مستوى الجمهورية بالكامل في جميع المحافظات والاستعانة بقيادات أخرى من الشباب لتولي المهام وأضاف الدكتور شريف فاروق الوزير الجديد أن هيكلة قيادات وزارة التموين ستشمل جميع المدريات وأجهزة الوزارة بالكامل سواء في الدوان العام أو مدريات التموين حقيقة ده قرار محترم جدا 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 ليه؟ لأنه الناس دي يا جماعة دايما هي اللي كان بيبقى فيه من عندهم يعني كان بييجي من عندهم التعليمات في الأول لأنه الموظف الصغير ما يقدرش يعطى المصرحة حضرتك غير لما يكون جاي له بيان أو جاي له قرار من المدير اللي أكبر منه لأنه أنا لو بيعطى المصلحتي أو بيأخر لي طلب ممكن أقوله أنه أنا هشتكيفي عند مدير المدرية لكن هو لأنه عارف أن مدير المدرية كان متواطئ معاه وزيه بالظبط كان بيعطى المصالح الناس خلال الأيام اللي جاية الحقيقة احنا بنأمل خير في ربنا ثم في الوزير الجديد أنه هيغير الحال تماما وأنه منظومة التموين بالكامل هيكون فيها تغيير جزري لأنه احنا شايفين قرارات من الراجل ده قرارات محترمة جدا جدا وكمان أعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة للمواطنين إمكانية الحصول على الرقم السري الرقم السري ده جماعة هو رقم لو تفتكروا كنا أول ما بتعمل البطاقة بتاخد كارتين مع بعض الاثنين شكل بعض بالشكل ده الاثنين بيكون واحد منهم البطاقة نفسها والتاني هو الرقم السري طبعا كلنا بنهمل في الرقم السري ده وبنرميه تماما فيه ناس بتكون كتبت أو سجلت الرقم ده على خلف البطاقة أو أمام البطاقة حضرتك لو مش معاك الرقم ده للأسف المكينة بتاعة العيش أو التموين مش هتقدر تتعرف على بيانات البطاقة بتاعة حضرتك الموضوع مش صعب بما تقلقوش القصة سهلة جدا جدا وهقول لحضرتك دلوقتي إزاي تقدر تحصل عليه بمنطهة البساطة حضرتك لو هتروح المكتب هيدي لحضرتك الكارت بتاعك أو الرقم بتاعك هتسجله عندك على البطاقة في خلف البطاقة كده بأي ألم يكون البونت بتاعه تخين شوية زي ما بنعمل كلنا وإما أنه حضرتك تسجله عندك هيطلبه منك تقريبا كل ثلاث شهور مرة إنت تتمليل بتاع البدالي العيش أو التموين أو البدالي التموين أو فرن العيش بمنطهة البساطة هيكون تسجل طيب أنا مش قادر أروح لمكتب التموين ستة كبيرة في السن راجل كبير من المسنين أعمل إيه؟ هتتصل بالخط الساخن 9136 أو تبعت رسالة على الرقم ده يجي لحضرتك رسالة بالرقم السري ولكن هنا شرط أنه حضرتك تبعت الرسالة من الرقم اللي حضرتك سجلته لما كنا بنسجل أرقام على بطاقات التموين هو ده الشرط الوحيد اللي لازم حضرتك يكون عندك على الرقم ده هيجي لك الرقم السري سجله عندك أو احفظه أو اكتبه في ورقاي سجله عندك يعني وبعد كده لما تتسئل عنه خلال الشهر اللي جاي هتتمليه لبتاع العيش أو التموين هي مرة واحدة وبعد كده خلاص الموضوع بينتهي ممكن يطلب تاني ولكن مش قبل 3 شهور تانية حاجة اللي بعد كده وهي تحذير لكل الناس اللي هتتوجه للسواحل أو المناطق الساحلية طبعا كلنا معنا أطفال وعارفين أنه الولاد بيروحوا بس علشان خاطر ينزلوا البحر قدام حضرتك حل من اتنين لو هتتحكم في الولاد مش هينزلوا البحر تفضل روح مش هتقدر تتحكم في الولاد وعارف أنه ولادك يجي فرصتهم الوحيدة للفسحة أو هم يعني مش هيقدروا أنه هم يتحكموا أو حضرتك تتحكم فيهم في نزول البحر ما تتوجهش لأي مدينة ساحلية حاليا دلوقتي الحكومة بتحذر من نزول البحر حاليا ورفعت إدارة الشواطئ الأربع محافظات ساحلية بالتحذير من النزول للبحر سواء حاليا أو بعد أيام قليلة حتى وصول إشعار آخر بعد سوق الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وحذرت هذه المحافظات من نزول البحر فيها نهائيا وطم رفع الريات الحمرة ومحافظة مطروح دي منعت نهائيا يعني أفلت خالص الشواطئ يعني في ناس في محافظات رفعت الريات الحمرة ومنعت المواطنين أنهم ينزلوا المستوى معين من البحر يعني عند مستوى معين حضرتك بترجع واللي بيكون واقف على الراية بيرجع حضرتك بسرعة جدا لكن في محافظات المحافظات الأولى الحضرتكو دي عملت إغلاق كامل محافظة مطروح بلطيم بور سعيد ودي تم إغلاق الشواطئ فيها نهائيا بشكل كامل لحين تحسن الأحوال الجوية بور سعيد الإسكندرية بور فؤاد لحماية المواطنين من المصطفين من خطورة الغرق على الشواطئ في ضحايا للأسف أيوة في ضحايا وفي بينهم كتير أطفال إسكندرية أعلنت تماما الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار رفع الريات الحمراء والصفرة على الشواطئ حفاظا على سلامة المواطنين كما أعلنت مدينة جمصة إغلاق الشواطئ تماما ابتداء من يوم الثلاث حتى إشعار آخر نظرا لسوء الأحوال الجوية وممنوع نهائيا النزول للبحر حتى الإعلان عن استقرار الأوضاع حفاظا على أسر المصطفين لأن البحر المتوسط الأمواج فيه مرتفع ارتفاع غير مسبوك وده طبعا قلت لحضراتكم كتير جدا أن احنا هنشوف تابعيات اللي هي الاختلاف المناخي أو التغيرات المناخية اللي هي السبب برضو في الموجات المطلحقة من الموجات الحرارية والهبات الحرارية اللي احنا بنشوفها خلال الفترة الحالية خبر اللي بعد كده هو تحذير مهم جدا جدا وقرار جمهوري يعني اللي هيقوله لحضرتك دلوقتي ده مش تحذير لا ده قراره بقى بيه قانون وبيان وتم نشره في الجريدة الرسمية امبارح ايه هو قرار جمهوري من رئيس الجمهورية حبس وغرامة 200 الف جنيه وحبس لا يقل عن سنة كاملة ويمكن يوصل لثلاث سنوات لو تعددت الضبطية مرتين أو أكتر سرقة الطيار القهربي قلت لحضرتكو كتير جدا يا جماعة هيتم تفتيش المنازل بالكرت القانوني ايه هو القرت القانوني كفاية نقول لحضرتك ان الدولة بتقولك انه تم سرقة قهرباء او فقد تجاري بقيمة 145 مليار جنيه مصري سرقة للطيار القهربي بصورة غير قانونية مش لازم يكون مكان غير مرخص لا خالص ممكن عادي جدا يكون مكان مرخص وفيه عداد سواء ديجة الأو أديم أو العدادات الأديمة ويتم سرقة الطيار القهربي الموضوع ما بقاش فيه زار في الأول كانت مجرد تحذيرات بتطلقها الوزارة وزارة الكهرباء وكمان رئاسة الوزارة دلوقتي فيه قرار جمهوري يعني لمحامة هينفع حضرتك ولا اي حد خالص خلي بل حضرتك ازاي هيقدر فيه ناس كتير جدا تقول لي ممكن ما يعرفش انه انا سارق طيار قهربي هقول لحضرتك دلوقتي معاه كارت صغير كده زي الكارت اللي حضرتك بتشحنه وتحطه في العداد بمجرد ما بيشيل الكارت بتاعك وبيمرر الكارت ده جوه العداد بيثبت ان حضرتك سرقت طيار قهربي امتى وازاي وعدد قيمة الفقد اللي موجودة في العداد قيمة السرقة سرقة الطيار القهربي كل شيء بيسجلوا الكارت ده كارت ده معمول من شركات يعني تقنيتها عالية جدا جدا تم توزيعه على الملاحظين اللي المفروض هيفوتوا على البيوت هيجيلك بصورة تلقائية ولا تعرف جايلك امتى ولا جايلك امتى بيسجل لحد عشرين يوم وراء يعني عشرين يوم سابقة باصر رجعي يعني يقدر يجيب حضرتك سرقت ايه خلال العشرين يوم الماضية الكارسة الاكبر لو حضرتك عندك عداد قديم وده اللي ممكن يكون متخيل انهو ده عدى منها لا حضرتك ما عدتش هو الحاجة خالص بالعكس العداد بتاع حضرتك القديم ده بيكون سهل الكشف عليه اكتر بكتير ده هو الكارت ده عملوه علشان خاطر التقنية العالية او المعقدة شوية اللي موجودة في العداد الجديد اللي هو الديجيتال لكن العداد اللي قدام حضرتك بتاعك ده اللي هو العداد القديم من اسهل ما يكون كشف التلاعب فيه ما تعرضوش نفسكو للمسائلة القانونية والغرامة كبيرة جدا 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 بتطبق على اللي سرق شهر زي اللي سرق سنة وكله بيدفع 200 ألف جنيه غرامة المدة اللي حضرتك لقدر الله ممكن تعضيها في السجن دي يعني بتقرر عن طريق حضرتك سرقت طيار كهرابي قد ايه بتسرق الطيار الكهرابي ده من امتى سرقه من جارك ولا انت بتسرق في عدادك نفسه ولا ايه القصة بالزبط ولا العداد مخالف وعايز اقول لحضرتك العداد لو تشال من عندك وتم رفع العداد هيبقى صعبة جدا ان حضرتك تحصل على العداد بعد كده القهرباء بعد كده صعبة جدا انها توصل لك وما تاخدش العداد بالمزايا اللي هي اي حد ممكن يروح يعني الموضوع عنده الدنيا سليمة شويا ويقدم على عداد بالنسبة لك الدنيا تبقى صعبة جدا 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 وانت في غينها عن كل ده بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يريد ما تنسوش تغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد فأماني